كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح أقلكم عن الوجبة اللي أنا بأخدها قبل التمرين ورح أكتب لكم تحت البوست السعرات الحرارية والقيمة الغذائية ورح أقلكم ليش بأخد هاي الوجبة قبل التمرين في عنا 300 جرام رز أبيض مسلوق طبعا مسلوق بمي وشوية ملح فقط 200 جرام صدور دجاج الوزن بعد الطبخ مطبوخين بمعلقة الزيت الصغيرة وابهارات وطوم وبصل حابة بانادورة وحابة اخيار مي ووحات صوص وشوية ملح ف 다들 هاي الوجبة فيها دهون ولا ألياف غذائية طيب ليش أنا ما بأكل دهون قبل التمرين أول شي الدهون بتخلي الوجبة تنهضم بشكل بطيء شوي كمان الوجبة ما فيها ألياف غذائية لأن الألياف الغذائية بتخلي الأكل ينهضم بشكل بطيء طيب شو السبب أنا مبدي الأكل ينهضم بشكل بطيء لأنه أنا بأكل قبل التمرين بساعة يعني بعد الوجبة بساعة ببدأ تمرين فبدي الوجبة تنهضن بشكل سريع مشان تمدني بالطاقة بسرعة مشواري على الجيم رايح جايب مع التمرين والكارديو بيأخذ معي تقريبا ساعتين فلما أرجع على البيت بيكون إلي ثلاث ساعات بدون أكل بأكل كمان وجبة ورح أعملكم فيديو عنها أما إذا أنت بتأكل قبل التمرين بساعتين ونص أو بساعتين أو بثلاث ساعات لازم واجبتك يكون فيها ألياف غزائية ودهون صحية مو بس كاربو بروتين لأنه هيك بتمدك بالطاقة لوقت أطول وبتساعدك بالتمرين أن تكون نشيط وعندك طاقة أكبر هذا كل شيء اليوم أشوفكم الفيديو الجاهي كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح أقلكم عن أفضل وجبة ممكن تأخذوها في فترة التضخيم بعد التمرين رح أكتب لكم تحت البوست للقيمة الغزائية والسعرات الحرارية ورح أقلكم هاي ليش أفضل وجبة طيب في عنا 300 جرام بطاطا مسلوقة طبعا مسلوقة بمي وشوية ملح فقط 250 جرام صدور دجاج طبعا الوزن بعض الطبخ مطبوخين ببصل وطوم بهارات بس حبة بندورة حبة خيار مي ملح وهات سوس طيب ليش أنا بالوجبة هاي ما حطيت دهون صحية أو ألياف غزائية لأنه الدهون الصحية والفايبر اللي هي الألياف الصحية بتخلي الأكل ينهضم بشكل بطيء وأنا بعد التمرين بدي أكل ينهضم بشكل سريع مشان يتم امتصاصه وجسم يستفاد منه بأقصى سرعة ممكنة أنا بختار البطاطا المسلوقة ببترة التضخيم بعد التمرين لأنه أكتر كارب نظيف بتم هضمه بسرعة وامتصاصه هو بالبطاطا فإذا بتعمل قفزة كبيرة بمستوى الإنسولين طبعا الإنسولين هو هرمون جدا قوي لبناء وضخمة العضلات تاني شيء البطاطا فيها بوتاسيوم كتير عالي 300 جرام فيهم فوق 1500 ميلي جرام بوتاسيوم وصدور الدجاج ما فيها دهون وبروتين عالي وبتم هضمه كمان بسرعة بسبب قلة الدهون اللي فيها وما بتشبعك كتير فإذا أنا بدي وجبة بعد التمرين سريعة الهضم والامتصاص وعالية بالقيمة الغذائية مشان بعد ساعتين جوع أو ساعتين ونص وآخذ وجبة بقى أدخل فيها دهون صحية وألياف غذائية وبروتين وكاربوهيدرات هذا كل شي اليوم مانا الفيديو يكون فاتكن أشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة